يا أخي ما أقدر أشتغلهم بعد خلص ماتوا بقلبي وين أكون واحد يسولف ويا ناس ميته حتى الضرب بالميت حرام علي شايف لك واحد يحاور ميتين؟ نعم سيدي ميتين ميتين متوفين نعم سيدي أكو برنامج جديد شين برنامج جديد؟ أتمنى منكم أن تتحملون فكرة مجنونة وهذه الفكرة واجبها وهدفها الوحيد هو مخاطبة العقل افتراضية انبنى على أساسها واقع أتمنى يعجبكم ويوصل لكم ما شاء الله عليك أبو جاسم أنا أحب الأفكار اللي يدعب بالعقل فحلو والله فكرة جديدة ريكن مورتي مع العراق ما بيشي بابا دعب المعاني الجميلة بعقلي دعب 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 أهلا بيك أستاذ طالب ويانا ونورتنا بوجودك وبحضورك المميز والبهي دائم لما أنت عزيز علي والبرنامج أساسا برنامج محترم يعني أنا أحترم بشكل عام ما كنت قدرت يعني يعني أسجل وياك هاي الحلقة بس لحظة خلأ أحاول أستوعب شغلة هذا دا يلتقي بطالب القراغولي الله يرحمه هسه بال2021 وطالب الله يرحمه متوفي بأي فيه 13؟ ايه ووجعي شنو ايه وطالب الله يرحمه قاعد يلتقي بيه؟ لا سيد هو يلتقي بالمرحوم لا يعني شنو يلتقي تحضر أرواح غيره هذا وشا عوضه السؤال؟ لا سيد هو يلتقي بالميت يعني شنو يلتقي بالميت ولميت يدري؟ لا سيد هو وجعه شنو لا شنو يلتقي بيه العاد؟ هو واحدة سيدو نسوي برنامج يلتقي بالمرحوم شنو يلتقي يعني بس ديح جوية قبر هو يعني يعني ديح جوية قبر مفشور قصدي يعني انه هو ديح جوية قبر يعني شاهد مع القبر هو وقع أصدق لي حجي هذا؟ أصدق لي والله جديات أصدق؟ شو الفكرة هاي لي ها بيه شو هاي؟ شو هاي؟ أشتيدك ما شاء الله عقلك يشتغل ما شاء الله بس انت هسا ما دعبت عقلي خوفتني والله ليش شابه جاسم؟ مو أنا أحبك وأسمع شعرك أنه مطلع طالب القرارة أقول لي الله يرحمه يقول لي لو أنا أحبك وأحترمك وأحترم برنامج ما كان سويت لقاءه إياك وابتسم هو فرح يعني بالجملة طرع مبتسم هاي شي يقول هاي بكي ورا اللقاء راح نلقى هو والله كانت قاعد ويا طالب الله يرحمه وقال لي أنا أحبك وأحب برنامجك ما شاء الله فهذا القاهوة كله وقال بسمح مرحب بسمح مرحب أطفر أطفر زين الرجال الله يرحمه ما يدري بكل هاي الهوسة ولا يدري باللقاء أصلا لسبب يعني ما حاجي أعرضه بيكم متوفي يصلى ثمان سنوات سهل يجوز لو عايش شان ما يحبك يجوز ما يعيش بيطلع ببرنامجك المشكلة المتوفى متوفى يعني ما يقدر يدافع عن النفسه بعد زين بالنسبة لي حق الرد مكفول الناس بدار حقه شنو راح ترد باع حبي هي الفكرة من كونك ميت أنه أنت متت وخلصت من الناس ولغاويها والقال والقيل يجون بالقوة يطلعوك ويسوون لقاء وياك شباب لي قدام أي واحد يسوي اللقاء ويايا ورا ما أموت وأنا ما مسؤول عن الموضوع وما موافق ولا أقبل أطلع بلقاء أنا كل أفكاري قلتني هنا بالبرنامج وبينها السمت بره منهن لي قدام